السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلابات طلبات الصف الرابع على بداية. في شرح درس التالت من الوحدة الخمسة من منهاش معنا نهاردة حضرات قصة مع بعض هنقراها. بس في الاول هناخد عندي هنا كلمة مفاك مكعبات. كمان عندي كلمات اضافية. هنا عندي تشايلد. تشايلد. طفل. تشايلد. تشايلد. سيل فون. سيل فون. هاتف محمول. سيل فون. أكبر سنا. أدلتس. أدلتس. أدلتس البالغون. كاريز. كاريز. محب للاستطلاع. سيفتي. سيفتي. أمان. قليل أو صغير السن. أركتكت. 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 مهندس معماري. وخلي بالك بقى راها كاركتكت. راديو. 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 طوب. طوب. كمى. بيشنت. 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 صبور. helping. HELP يساعد أو مساعدة. هنا eynti تصرفات الأفعال. وители حضرات أفعال regular يعني. أفعال منتظمة. و أفعال irregular. اوكي. يبقى regular verbs أفعال منتظمة. regular verbs أفعال. جر هي المنتظمة. عندي experiment. experiment. يجرب experimented. open. opened. start يبدأ started. carry. carry. carried. يحمل. work. يعمل Worked Work Worked Change 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 يغير Changed Changed Ok عندي أفعال irregular زي put يضع put ماضيها put يصنع make made هنا كمان عندي expressions and phrases تعبيرات واي بارات Learn about Learn about يتعلم عن Get angry Get angry يغضب Helping people Helping people يساعد الناس أو مساعدة الناس Call each other call each other يتصلوا ببعضهم البعض هنا بقى عندي three cousins سلاسة أبناء عمومة أو أبناء العام السلاسة Laura Talia and Amir are cousins هما أولاد عام but they are all very different ولكن كلهم مختلفين When Laura was a child لما Laura كانت طفلة she loved to experiment حابت تجرب تعمل تجرب She was very curious كانت محبة للطلاع She always carried a screwdriver دايما كان معها مفكة هو يا حضرات and she opened all radios كانت بتفتح الراديو القديم cell phones هاتف قديم برضو and anything that had electricity وأي حاجة فيها كهرباء Her favorite question سؤالها المفضل was How does it work كيف تعمل she learned about safety with electricity وتعلمت عن الأمان مع الكهرباء Talia When Talia was a baby لما Talia كانت طفلة she played with blocks كتبت تلعب بال blocks مكعبات She put one block on top of another كان بتحط المكعب فوق مكعب When she was older لما كبرت شوية she started making things بدأت تعمل أشياء She made a little house عملت بيت سوية for her dog لكلبها and a bit for her sister doll وسرير للا بيت أختها أو دمية أختها She always carried a tape measure دايما كان معاها شريط قياس and a pencil مكالم رصاص هنا أمير أمير was always very patient أمير دايما كان صبور and he liked helping people كان بيحب مساعدة الناس Sometimes أحيانا big brother can get angry at their little brother أحيانا الإخوات الكبار بيغضبوا من إخواتهم الصغارين But أمير was never angry ولكن أمير ما كانش بيغضب خالص He played He helped كان بيلعب وساعد and he explained وشرح كمان Things all the time طوال الوقت Today Laura تاليا أمير are all adults النهاردة أمير وتاليا ولارا كلهم بلغين But they still call each other when they need some help ولكن ما زالوا بيتصلوا بعضهم لما بيحتاجوا المساعدة أوكي عندي هنا يا حضرات حاجة خاصة بالفونيكس is pronunciation النط عندي المقطع هو جزء من الكلمة اللي فيها صوت متحرك واحد طيب يبقى هنا عندي مثلا كلمة teacher فيها اتنين مقطع teacher builder مقطعين plumber مقطعين برضو dentist doctor driver يبقى الكلمات دي فيها two syllable words كلمات زو مقطعين عندي كلمات فيها three syllable words كلمات زي ثلاثة مقاطع زي mechanic 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 مهندس مع ماري architect 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 كهربائي دي فيها four syllables اربع مقاطع electrician 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 كمان حاجة عندي اسمها stress stress يعني التجديد على جزء من الكلمة اللي اعلى بجزء من الكلمة زي مسلا architect بقى على بال architect builder builder teacher driver plumber بقى على بالجزء الاحبار ده doctor dentist mechanic شوف بقى على زي mechanic مش mechanic mechanic لا mechanic هنا electrician electrician بقى على electrician يعني الكهرباء هنا عندي بقى حاجة خاصة بالmas اللي هي division اوكي هنسيبها خالص علشان اه احنا ملجوا بالmas علشان احنا اه المس ده لناسه بعد كده حضرات عندي هنا اه activities انشطة على listen سريع على الدرس التالت هنبدأ بالسؤال التاني read and complete the text with where does in the box اوكي في الاول لازم حضراتنا قراءة الكلمات اللي في البوكس وانترجمها اندي electricity كهرباء electrician كهربائي teacher معلم screw driver ما فاك ولما was a child لما كلامها كانت طفلة she was very curious كانت محبة ليلة اطلاع she always carried دايما كانت بتشيل معها screw driver يبقى هنا هنكتب screw driver يعني ما فاك يبقى هنا number one او and she opened all the radios كاد بتفتح الراديوهات القديمة cell phones والهواتف and anything that had electricity واي حاجة فيها كهربائي وبينها هنكتب electricity ونحط عليها رقم اثنين her favorite question سؤالها المفضل was how does it work كيف تعمل she learned about safety with electricity lama is an electrician ودلوقتي اصبحت electrician كهربائية يبقى ليه رقم ثلاث اوكي ننزل مع بعضي حضرات هنا عندي سؤال التوصيل لارا تالية عند امير are now دلوقتي هما بيعملوا ايه all adults كلهم بلغين يبقى number one when Laura was a child لما Laura كانت طفلة she loved the two experiment كانت بتحب تعمل تقارب number two my baby brother like his اخوة صغير بيحب playing with blocks يلعب المكعبات number three امير is very patient امير صفور جدا he never gets angry مش بيغضب خالص يبقى هنا number four نكمل ما بعضي حضرات عندي هنا قطعة read the text and answer the question امير was always very patient امير دايما كان صفور and he liked helping people كان بيحب ساعد الناس sometimes احيانا big brother can get angry as their little brother احيانا اخوات الكبار بيغضبوا من اخواتهم الصغيرين but omar was never angry ولكن omar ما كانش بيغضب he played لعب he helped saad and explained وexciplined بي معنى شرح saying is all time now omar is a teacher دلوقت omar معلم he likes his job بيحب وظيفته he teaches kids بي درس للاطفال lots of important information معلومات مهمة i was a student love him كل الطلاب بتحبه and tell him their secrets وبيقولوله secrets secrets يعني اسرار سال اول omar was very omar كان very patient صفور جدا the underlying were dexciplined كلمة dexciplined معناها he made the things بيخلي الاشياء clear يعني واضحة بيخلي الاشياء واضحة ok why do all the students love omar ليه كل الطلاب بتحب عمر لأنه هو قاين صح كده يبقى قول اهو he teaches kids a lot of important information all that students love him and tell him his secrets يبقى هنقول because he is patient لأنه هو support and he is قاين وطيب وطيب سال بعد كده لخص الفكرة اللاسية للنص يبقى نقول عمر is a kind teacher عمر is a kind teacher معلم طيب سؤال بعد كده عدت الكلمات لعمل جمل صحيح طيب هنبدأ كده بأداة الاستفهام بعد كده الفعل المساعد والفاعل بعد كده الفاعل يبقى هاو كيف تعمل السؤال التاني هي عملت منزل صغير السؤال التالتي حضرات بنستخدم نحن نستخدم نستخدم ايه المفاك عشان نفتح الأشياء عندي بقى كده سؤال التركي طيب دي جملة هنحط هنا نقطة نقص على ما ديني لانا لما قرر اكتر عنصر في الجملة او بعمل قائمة بحط كما بين كل عنصر بكتبه فهنا بقول هو لعب يبقى هنا ايه جملتينه يبقى كما هناه علشان دي مضافة لدي اوكي استناني ان شاء الله في شرح لسن فور وفايف وحل التمرين من كتاب الجم على الدرس الرابع والخامس من الوحدة الخمسة للصف الرابع التي تدعي خلاص كده حضرات فضلنا وحدة ونبدأ في حل الملحق وحل المراجعات كتير ان شاء الله باذن الله اتمنى لكم التوفيق جميعا وما تنساش تشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته